السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن قضية المرأة التي تحتفل بيومها العالمي في الثامن من كل مارس هذا الاحتفال يتزامن مع فصل الربيع وهو بذلك يحمل بشائر بأن المستقبل سيكون أفضل وسيكون أكرم وسيكون أحسن لأن فصل الربيع دائما يحمل معه المناسبات السعيدة واليوم العالمي للمرأة هذه مناسبة يقف عندها العالم برمته لينظر حول وضعية هذا الكائن اللطيف هذا الكائن الذي هو نصف المجتمع ويقود النصف الآخر ننظر إلى أين وصلت الوضعية العامة للمرأة سواء من خلال حياتها الشخصية هل هي سعيدة مستمتعة بحقوقها في وسطها الأسري وفي وسطها العائلي وفي علاقتها الزوجية وفي الوسط الاجتماعي عموما هل هذه المرأة تشعر فعلا بالسعادة تشعر بالارتياح أم أنها تعاني متاعب وتعاني مشاكل وتعاني ضغوطات ثم ننظر إلى المرأة العاملة ماذا حققته من إنجازات من الناحية الاقتصادية في مجالات مختلفات وننظر أيضا إلى المسألة السياسية هل هذه المرأة تشارك في العمل السياسي وتدبير الشأن العام وتدبير المالية العامة أم أنها فقط تكتفي ببعض القضايا المحتشمة على الهامش هذا الاحتفال باليوم العالمي للمرأة كثيرا ما تتساءل بعض النساء من أين جاءنا هذا الاحتفال هل هو في ديننا هل هو في تقاليدنا هل هو في منظومتنا الاجتماعية لا هذا الاحتفال هو على المستوى الدولي ونحن في بلادنا المغرب عندنا اتفاقيات مع الممتظم الدولي وعلينا أن نسير معا في هذا الركب الذي يجمع القيم الإنسانية المشتركة خلفية وجدور الاحتفال بهذا اليوم هو وقع بعيد عننا بعيد في قارة أخرى في القارة الأمريكية المرأة سبقت العالم العربي والمغربي للخروج للبحث عن نقمة العيش في تقريبا القرن التاسع عشر وقعت أحداث أن الغرب شهد ما يسمى بالمكننة والتصنيع وبدأت النساء يشاركنا في العمل يشاركنا في المصانع وفي الشركات الكبرى ولكن لوحد أن هناك تمييز بين الرجال وبين النساء فالرجل يقوم بنفس العمل مع المرأة ولكن يأخذ أجرا أكثر منها ثم إن المرأة تعمل ولا أحد ينظر إلى الإكرهات التي تعانيها كونها أنت وكونها أم وقد تكون حامل وقد تكون مردع وقد تكون نفساء ثم هناك النظر الدونية للمرأة أنها على الهامش لحق لها في أن تقول كلمة تؤثر في الشأن العام في القضايا السياسية وغيرها من أجل ذلك قامت مجموعة من النساء بين الفين والأخرى بالتعبير حرية التعبير عن وضعيتهم ولكن كنا دوما يخضعنا للإسكات إسكات أصوتهم حتى تجمعنا يوما ما وصر عددهم كبير بالألاف وأقاموا مظاهرة مظاهرة كبيرة شاركت فيها عاملات قطاع النسيج وقطاعات أخرى بسيطة المرأة المقهورة في العالم الغربي خرجت تطالب بحقوقها وهذه المسيرة هي وقعت في أمريكا في العاصمة مدينة نيويورك وهؤلاء النسوة خرجنا يطالبن بحقوقهن أول الحقوق وهو الحصول على ساعات أقل للعمل مدام الرجل تعمل معه بشكل سواسي ولكن الرجل ما عنده التزامات البيت ما عنده أسرة ما عنده أولاد وعنده أطفال الرجل يدخل مبكرا ويخرج متأخرا وليس عليه التزامات البيت والمرأة عندها إكرهات فكنا يطالبنا بالتقليص من ساعة العمل وأيضا إذا جاءت انتخابات فالنساء لا يحق لهن التصويت بل هأن يحق لهن الترشيح يعني أن العمل السياسي كان ممنوع تماما على المرأة وأيضا شعرت النساء بأنهن لا يحضين بالاحترام والتقدير كإنسانة فالمرأة إذا كانت جميلة وفيها حسن أنثوي تجد هناك اهتمام وتجد هناك رعاية أما إذا كانت أنوتتها ضعيفة فإنها تشعر دوما كأنها غير موجودة هذا جعل هؤلاء العاملات من النساء خرجنا يتظاهرنا ويحملنا في أيديهن في اليمن قشرة من الخبز اليابس وفي اليسرى باقة من الورود هذه الحركة كانت تسمى تحت شعار خبز وورود أي أن النساء يحتاجن أولا للخبز يعني المرأة تشعر بالفقر تشعر بالتهميش تشعر بأنها ما عندها مورد مالي إذا مات عنها الزوج أو إذا طلقها الزوج أو إذا لم تتزوج أصلا فإن تشعر بالفقر الشديد ما عندها قدرة مالية فالشعار للخبز معناه نريد المال الذي يحفظ كرامتنا والشعار الثاني للورود باقات الورود التي يحملنها في أيديهم اليسرى المقصود بذلك أنهن يريدنا الاحترام والتقدير والعاطفة لأن النساء كنا يخضعنا للعنف أو للابتزاج الجنسي والتحرش الجنسي أو أنهن يلقين التمييز العنصري فعلا هذا الشعار خبز وورود أثار الكثير من ردود الأفعال جعل السلطات أنداك في الغرب في أمريكا تتدخل وبعنف وكان يوما مقرفا حقيقة يقال بأنه كان يوم فيه ضرب وفيه عنف والسلطة السياسية أنداك لم تحترم رغبة هؤلاء النسوة في التظاهر وفي حرية التعبير وحرية رفع المطالب فتعرضت هذه النسوة إلى الضرب وإلى العنف وإلى الركل والسب ما جعلهن يشعرن بالكثير من الإحباط هذا ما دفع نساء أخريات في دول أوروبا في بريطانيا وفي فرنسا وألمانيا والدنمارك وعليها من الدول أن يتعاطفن مع هؤلاء النسوة في أمريكا في نيويورك ومن ثم تشكل وعي مشترك وعي بقضية المرأة وبمشاكل المرأة وخصوصا الوضعية المزرية والظروف اللا إنسانية التي تعيشها كطاعات كثيرة من النساء وفق ذلك أنه كان في الثامن من مارس ومن تم اعترفت الأمم المتحدة بعدما طالب كثيرة بهذا اليوم وتم الاعترف به رسميا سنة 1975 يعني عام المسيرة لما كانت المسيرة الخضراء المضفرة في المغرب أنا ذاك تم الاعترفه رسميا من طرف الأمم المتحدة لما كانت الأمم المتحدة عندها صوت وعندها قرار وعندها فمن تم جاءت اليوم العالمي للمرأة من ذلك العهد بدأ النضال واستمر النضال وبدأ يتطور ويأخذ أشكال وألوان وعقدت العديد من المؤتمرات للاتحاد النسائي عقدت في الغرب كما عقدت في الشرق في الاتحاد السوفيتي وفي الدول التي تسبح في فلكه ثم في الوطن العربي ولكن بنكهتين هناك نكهة غربية ونكهة اشتراكية ومن تم القاسم المشترك هو الاهتمام بقضايا المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء وأيضا محاربة العنف ضد هذا الكائن اللطيف واستطاعت النساء فعلا أن تحققنا الكثير من مطالبهن من ذلك تقليص الفشوات في الاقتصاد وفي سوق العمل وفي تحقيق العدالة الاجتماعية لكن هذه الأمور بدأت من العالم الغربي تنتقل إلى العالم العربي ومن تم إلى باقي بلدان العالم نحن إذا نظرنا إلى المغرب سنجد بأن وضعية المرأة هي ولله الحمد في تحسن مستمر يعني الوضع التاريخي يحيل بأن المرأة المغربية عبر التاريخ كانت حاضرة وبقوة نحن عندنا المرأة حاضرة من خلال رموز كثيرة فمثلا جامعة القروهين بنتها إمرأة وهي فاطمة الفهرية وإذا تتبعنا تاريخ النساء القيادية في المغرب فكنا الحمد لله عندهن مرجعية دينية ومرجعية أخلاقية وكنا قيديات قيديات في تسيير الأمور ليس بالوضع الذي كان سيئا في العالم الغربي المشكل أن أن الجمعيات والاتحادات النسائية التي تكونت من أجل الدفاع عن المرأة هناك مطالب وجيها الكل متفق عليها كمحاربة العنف وكالتقليص من الفجوات في الحقوق ديال العمل وديال الأجرى وسوق الاقتصاد وغيرها لكن هناك بعض الجمعيات ركزت على قضايا أخرى غريبة لم يتقبلها العديد من الأوساط من ذلك التقييز على مشكل المساواة المماثلة الثامة بين الذكر والأنثة طبعا الأنتة أنثة والذكر ذكر وهما ليسوا ممثلين بل هما مكملين بعضهما لبعض البعض ربما أيضا تكلم عن الحرية الجنسية أن المرأة لها الحرية في عقد العلاقات الجنسية والتفريغ العاطفي بلا ضوابط وهذا أيضا من المطالب التي شمأزة من خلالها العديد من العقلاء قضية الحق في الإجهاد أيضا هذه لسحق من حقوق المرأة الإجهاد هو جريمة نكراء تستنكرها الأديان وإذن القانون العاقل يستنكر الإجهاد أيضا من بين الأمور التي استاء منها البعض من قضية حقوق المرأة هو ازدراء الأمومة أن الأمومة عب على المرأة بالعكس الأمومة شرف الأمومة كرامة ولو الأمومة ما حفظنا على الجنس البشري كذلك العمل المنزلي الذي يسمى بطالة المرأة التي هي في البيت تسمى بدون يعني عملها من غير عمل بالعكس العمل ليس دائما مع مقابل مادي فهي عاملة في بيتها بيت زوجها وهي سيدة بيت وتدير بيت وهي ربة بيت وهذا أيضا يسمى عمل لا نسميها باطل عاطل عن العمل أو بدون وهكذا الكثير من القضايا التي هي مركزية في النموذج الغربي لكن هي غير مطروحة عندنا في العالم العربي والإسلامي وفي مغربنا أيضا الذي هو يرفع للتقاليد والعادات والمحافظة دون أن ينسى أنه منفتح على القيم الإنسانية المشكل الذي وقع وهو أن الحقوق الأساسية أحيانا يتم تجاهلها الحق في أن العمل في العمل المرأة في التعليم أولا في التعليم ثم في الصحة ثم في الحصول على عمل ثم في الكرامة هذه هي الأساسيات الحقوق المرأة إذا رجعنا إلى الأوضاع التي تعاني منها المرأة في مغربنا يعني لا نقول الوضعية سوداء بالعكس الوضعية هي الحمد لله جد بيضاء بل جد وردية الوضعية المرأة هي مريحة نسبيا إلى حد ما لكن هناك فقط بعض الحالات التي ينبغي أن ننتبه إليها من ذلك مشكل الهضر المدرسي الهضر المدرسي ويقع للكثير من الفتيات خصوصا في العالم القروي يتم حرمانهن من استكمال دراستهن وهذا أمر يضر بالمرأة كذلك تزويج القاصرات تزويج القاصرات هي لازلت طفلة تريد أن تلعب وتريد أن تكتشف الحياة ثم تزوج وهي صغيرة قاصرة دون سنة من عشر هذا أيضا يسبب لها نوع من الأذى ثم أن أن المرأة مثلا تجد عدم التكافؤ في فرص العمل حينما تريد أن تجد عملا يكون هناك نوع من تمييز لابد أن نلاحظ هناك فروق بين الذكر والأنت وتكريم المرأة نعطيها العمل الذي يليق بأنودتها كونها كائن لطيف لا يتحمل المشقة والتعب فنعطيها عمل يليق بتربوي في التطبيب عمل الذي يكون ميسر ثم هناك النظرة الدونية للمرأة النظرة الدونية البعض ينظر إليها نظرة بأنها بأنها أقل من الرجل وليست كذلك قال من أحق الناس ببر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبك هذا الأمر أكده الدين ولكن المجتمع والتقاليد والعادات البالية تعطينا نظرة الدونية للمرأة ثم نجد هناك مشكل لهو مطروح وبإلحاح مشكل التحرش الجنسي على بعض الفتيات في الشوارع وبسبب تمديد دائرة الحرية الفرضية صار الكثير يتحرش بالكثير للأسف حتى على مواقع التواصل الاجتماعي ثم نلاحظ العنف العنف بأشكاله إما عنف جسدي وإما عنف لفظي وإما عنف نفسي وهذه أيضا من الأمور التي تحتاج إلى العمل من أجل أن نتجاوزها وأخطر شيء أخطر شيء الذي يهدد المرأة والذي ينبغي لجمعيات المجتمع المدني أن يعملن بجد لتفديه وهو الطلاق بلا سبب وجه هناك طلاق لنسبة طلاق مرتفعة والنساء صغيرات ومتوسطات وكبيرات يتعرض للطلاق والأسباب تافهة ليست أسباب وجيها أسباب تافهة تكون المرأة ضحية وهذا واقع مقلق يعني ينبغي أن نشتغل على هذه الوقائع التي تتناسب مع وضعنا المغربي ثم خطر آخر وهو أن المرأة بسبب هذه الأمية وانقطاع عن الدراسة أو بسبب الفقر صارت فريسة سهلة لجميع الآفات الاجتماعية كلما كانت المرأة وضعيتها ضعيفة وهشة تصير فريسة سهلة لمختلف الآفات الاجتماعية ممكن أن تقع في الدعارة ممكن أن تقع في الشعودة ممكن أن تقع في أشياء كثيرة خطيرة مسكوتة عنها ثم نلاحظ كذلك مشكل آخر في بعض المناطق الريفية أو حتى في المدن وهو قضية الحرمان من الإرتي الشرعي أن المرأة أنها تحرم من ميراتها الشرعي ويعطى لها فقط القليل ويستفرد الإخوة الذكور بحقها إما لجهلها بذلك أو لظلم مسلط عليها ثم نلاحظ كذلك أشياء كثيرة ومتعددة للوضع الذي تعاني منه المرأة خصوصا خصوصا في العالم القروي هي كتعاني أكثر من التهميش وتقريبا ضعف الحقوق التي تتمتع بها هذه الوضعية تجعلنا نقول بأن نوحن الوقت للإنكباب بجدية على موضوع المرأة سواء بالمدينة أو بالقرية غايتنا أن نخفف من المعاناة هي المعاناة تطال الرجل كما تطال المرأة المعاناة صارت عامة للمجتمع رجالا ونساء لكن المرأة هذا الكائن اللطيف هي التي ربما تتحمل الكثير من هذه المعاناة فإن شاء الله تعالى إداعة ميد راديو غدا إن شاء الله الثامن من مارس ستخصص هذا اليوم بكامله من الصباح إلى منتصف الليل سيكون خاصا بإحياء اليوم العالمي للمرأة سوف تكونون مع موعد لبرامج متنوعة وضيوف أشكال وألوان في يوم متميز للاحتفال باليوم العالمي المرأة الاحتفالية لا نريدها غناء ورقصا وإنما نريدها أن نضع الأصبع على مكام الألم حتى نشخصه ثم بعد ذلك نصف له الدواء المناسب وحتى نتقدم بوضعية المرأة في المغرب إلى الأمان في على المستوى التعليمي أولا أن تكون المرأة متعلمة حتى التي لم يخضعنا للتعليم وكنا أميات نحن عندنا في المغرب برنامج محو الأمية والذي يقوده جلالة الملك حافظه الله ورعاه هو مبادرة طيبة ناجحة لكي نرفع الستار عن الأمية وعن الجغل يكون هناك العلم وتكون هناك المعرفة هذا أول تحدي عندنا ثم بعد ذلك تحدي الصحة النساء يتعرضن للأمراض ويتعرضن الكثيرا للضعف وللهزال أثناء الحمل أثناء الوضع فلابد من العناية بصحة المرأة خصوصا السرطان الذي يصيب التذي ثم كذلك لابد أن نهتم بمسألة الجانب الشغل أننا نوفر الشغل المناسب للمرأة ليس أي شغل هناك شغل لا يلق بالمرأة شغل وضعه بعض المسؤولين لا يلق بالمرأة المرأة كائل نطيف لابد أن نضعها في المكان الذي يناسب أنوتتها ويناسب هيئتها خصوصا خصوصا الأعمال شاقة هذه لا تلق بالمرأة لابد أن نضع في الأماكن مناسبة وأن يكون الشغل يكون فيه أجر محترمة والمرأة التي لم يسعها العمل لما لا نوفر لها فرص للشغل هناك تعاونيات سواء في العالم القروي أو غيرها نوفر لها شغل يكون مناسبا لها حتى يكون عندها استقلالية مالية ثم بعد ذلك المرأة لابد يمحتاج إلى من يبني لها الأسرة من الداخل نساؤنا سوف نستمع لما نفتح خطوطنا الهاتفية سنجد بأن المشكل أكبر وهو أن النساء في بيوتهن معظمهم غير سعيدات غير راضية على الوضع يحتاجنا إلى من يوطد العلاقة بين الزوج والزوجة وخصوصا بين عائلة الزوج وعائلة الزوجة من هنا تأتي الريح وتهدم كيان الأسرة نريد أن نضع الأصبع على هذه القضايا ثم في المدونة يعني الطلاق بغير سبب وجه هذا خطر يضرب في العمق الاستقرار الأسري والاستقرار المجتمع لابد أن ننظر في قضية الطلاق ليس بمنعه لا يمكن أن يمنع ولكن أن نوسع دائلة الإصلاح الإصلاح بين الزوجين أن نجد الوسائل المشتركة بينهما وقص على ذلك من القضايا على كل حال أيها الأحباب الكرام موعدكم غدا الثلاثاء الثامن من مارس سيكون إن شاء الله تعالى احتفال على إداعة ميد راديو ولكم ولكم الحق في المشاركة والكلمة لكن أنتن يا بنات حواء وبهذه المناسبة هذا العيد الأممي نتقدم إلى كل النساء إلى كل بناتنا وأخواتنا وأمهتنا بكل التهاني وأطيب الأماني إلى كل نساء العالم نقول لكم عيدكم سعيد ونسأل الله تعالى أن يوفقكم لما تحبونه وتردونه ونقول لكل مرأة قفي وعبر عن مشاعرك في هذا اليوم العالمي وارمي عنك الهموم والأحزان امسحي دموعك فلا وقت للدموع وافرحي بشبابك افرحي لك رب اسمه الكريم وهو الذي كرمك من فوق سبعي سماوات لكن نبي معلم للبشرية قال خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي لا تؤذوا البنات فانهن المؤنسات الغاليات واسأل الله تعالى ان يديم الفرحة والسرور على كل نساء بلادنا المغرب وعلى البلاد العربية وعلى البلاد الاسلامية وعلى باقي دول المعمور نسأل الله تعالى ان يديم على الجميع السعادة والاستقرار وان نوطد علاقتها مع شقيقها الرجل لا نريد ان نقيم حربا باردة بين المرأة والرجل نريد ان تكون العلاقة بين شقيقها الرجل مبنية على المحبة والمودة كما قال الله سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة فيا اية الاخوات الكريمات عيدكنا سعيد وكل عام وانتنا بالف خير السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة